اشتركوا في القناة الكائن اللي بيظهر فيه جمالها اكتر من الرجل عشان كده مهم جدا ان الزوج يهتم بجمال زوجته والجمال هنا نقصد جمال النفس وجمال الشكل وجمال الطباع وجمال الصفات كله مع بعضه يمثل المرأة الجميلة جمالها اللي احنا بنطلبها بي ان يكون جمالها دايما جمال النفس اكتر من جمال الوجه ولكن المرأة كائن يهتم حتى بجماله من جهة الملابس من جهة الشكل من جهة التزيين ايضا ونعرف ان المرأة احساسها بالجمال اكتر بكتير من الرجل عشان كده حتى يعني المرأة عينها بتقدر تفرز الامور اكتر من ناحية الشكل اكتر من الرجل وتهتم بالتفاصيل اكتر من الرجل وتهتم بالشكل اكتر من الرجل اهتمام المرأة بجمالها بيجعلها بتفكر بطريقة لابد ان الرجل الزوج يفهمها كويس قوي اولا اهتم عزيز الزوج بانك تقدر جمال زوجتك بالمفهوم العام للجمال الطباعة والصفات والشكل والمظهر اهتم بان هتشعر بانها جميلة في نظرك انت في عينك انت ولو نلاحظ دايما ان المرأة تسأل زوجها تسأل زوجها حلو اللبس ده انا نبسها كويس الحاجات دي بتشير الى انها تهتم بانها تكون جميلة في نظر زوجها وده بيضع مسئولية على الرجل ان اولا تعرف ان الجمال ده نعمة من ربنا كل حاجة جميلة هي نعمة من ربنا وحتى كتاب المقدس اتكلم على جمال المرأة في سفر صامويل الاول اصحاح 25 يتكلم عن ابي جايل تعبير جميل جدا يقول كده كانت المرأة جيدة الفهم جميلة الصورة وستاذ الكتاب المقدس هنا ناخد بنا قرم بين الاثنين جمال الشكل وجمال العقل والتفكير جيدة الفهم وهنا نقول لكل زوجة اهتمي بهذا الأمر والزوج دورك يا حبيبي انك انت تساعد زوجتك انها تكون جميلة في الفهم بالاضافة للمنظر وللصورة اهتم بانك انت وزوجتك تناشر الامور بطريقة عقلانية وتعلمها كيف تتعامل مع الامور بطريقة اكثر فهمة واكثر عقلة بناء العقل مهم جدا في العلاقة بين الزوج والزوجة وفي نفس الوقت تساعد زوجتك انها تهتم بجمالها لكن في اطار الاحتشام المسيحي لازم الزوج يكون لي دور انه يساعد مراته انها تكون جميلة ويختار معاها ويوجهها ويمتدح فيها الازياء والملابس اللي تجعلها جميلة ولكن بصورة حشمة طليق بولاد ربنا وساعد زوجتك انها تهتم بجمالها لكن مع مراعاة الوقت ما تخدش وقت طويل في الموضوع ده وتأثر على حياتكم وعلى بيتكم وعلى علاقتكم ايضا ساعد زوجتك انها تهتم بجمالها مع مراعاة الدخل ايضا والالتزامات الاخرى المادية يعني تتناقش معاها في الحكاية دي عشان ما يبقاش كل يعني متطلباتها الكثيرة في هذا الموضوع تأثر على حياتنا الاسرية ساعد زوجتك انها تهتم بجمالها مع مراعاة طبيعة المجتمع اللي احنا عايشين فيه ومستوى الفكري فيه وطريقة اللبس فيه ايضا اهتم بجمال يعني بان الزوجتك تكون تهتم بجمالها بما يتماشى مع كل مناسبة لو ما نكون رايحين الكنيسة بنلبس لبس يليق ببيت ربنا بالوقوف الدم ربنا غير لما نكون هنزور حد غير لما بنكون بتروح تشتري حاجة أو في السوق يعني لابد ان نهتم بهذا الامور بالمشارقة مع الزوج مع زوجته من ناحية الجمالية نهتم ايضا ساعد زوجتك انها تهتم بجمالها بما لا يكون له تأثير سلبي على الامور الاخرى زي الاولاد وحياتهم ومذكرتهم ووقتهم امتده جمال زوجتك باستمرار ويهتم بانك تقول لها كلمات لطيفة اللبس ده حلو اللبس ده لاي عليكي اللبس ده بيظهرك فيه صورة اجمل كل الحاجات دي بتفرح الزوجة لانها كائن عاطفي يهتم بالامور الجمالية اكتر من الزوج ومهم اون الزوج ان نفهم الحكاية دي استفيد من زوجها ومن احساسها بالجمال فانها تساعدك في اختيار لبس لائق ولبس جميل استفيد من زوجها وحساسها بالجمال فيه ترتيب البيت وفيه تجهيزه وفيه شراء مقتنيات البيت انها تكون هي فرحانة بيها وتكون ايضا مناسبة لحياتكم نستطيع يا احبائي اننا نقترب الى زوجتنا بالاهتمام باهتمامها بالجمال وبجمالها الشخصي وايضا جمالها من جهة الصفات الروحية وجمالها من جهة العقل المتزن العقلاني الذي يفكر في الامور بطريقة متكملة وبكده تبقى بتخلي زوجتك تشعر انك فرحان بيها وبشكلها وبجمالها وبشياكتها وباختيارها وبزقها وفي نفس الوقت بعقلها وفكرها وتصرفاتها الحسنة مما يساعد على ان اسرتنا تكون اكثر استقرارا واخصر فرحا وربنا يبارك في حياتكم جميعا وللهنا المجدد امان باللين امين